السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبكم في قناة إن شاء الله كاملين تكونوا بخير كاملين تكونوا بورم سنتي معكم أخوكم زينو وماشدي في هذا الفيديو يعني هناك إنسان مخرب يقالوا عنه يعني مريض عقلي وقالوا عنه ناقص عقل ولكنه فاجأهم في يعني شارع شارع هو ساكن وعيش في الشارع فاجأهم في الشارع رسالة ابن عند عبد الرحمن من مدينة مراكش تحياتي إليك وتحية لإبنك رايان تحياتنا إليكم من الجزائر رابط الفيديو موجود في الديسكريبشن بوكس يما شوفوا هذا الإنسان يعني على الدين الفقير إلى الله يعني صراحة قلب لي ستندعيش وستنبا يعني يما شوفوا ما في هذا الأيام المباركة من العشرة الأواخرة تعنا بغضان إن شاء الله ربدي بنلغنا ليلة السابع ويشرون إن شاء الله أو يعني في الشارع بسيط طبعا نحن نتوزد في الشارع ما يعرض بيدا بالجوم رجول صاحب القبعة الحمراء سيأتي ترسق لأكميم حول مفهوم المسكين خلاف على ما نعلمه هو الشارع الذي يمر من أبين إلى سيني ديال حيث الباع على المتجهة الغالة والطاطا والخليانتين حالك يقول لك لغلا على المسكين المسكين، 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 أخي المسكين كي يكون هنا ولكن معدرت أن تتعلم عنك الفكرة على المسكين يلا أخي، سمع يا أخي أنا رح يتكلم عن المسكين الحقيقة واعلم يا أخي أن المسكين ليس ذاك الذي في نظر الناس ومفاهيمه نعم إذا كان المسكين في نظر الناس ذاك الرجل الذي يلبس عباءة بها رفعا أو صندالا من خفة نعر قديم فكنهم قد أخطأوا الخطأ الفادح في حياة المسكين إنما المسكين ذاك الذي قد سكنت في قلبه سكينة رحمة ربك واعلم يا أخي أن سيد المسكين على وهو حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم الذي فتح عينه على الدنيا فوجد نتسه يتيما وحوما من الأب والأم قبل كل شيء ذاك الرجل الفقير الذي لا يسكن بيتا على من يرعى عنهم الغنب من أبناء عمومته من بني القريش بقرية يترب يا أخي العزيز إن السكينة هي المسكنة لحقيقة الأمر وليس التوب والهندام والحسب والنسب أو ما لك بين أدينا إنه أعوذ بالله من ثلاث أنا أعوذ بالله من قولة أنا ومن أقول أنا إلا عبد رب العالمين في بلاد الله بين عباده رحمة الله بعض يعني فصحت تفوق فصاحت بعض الأئمة المتخرجون من أشهر المساجد في العالم يعني صراحة فصاحت رغيبة جدا واللهم رزقه الشفاء يا رب العالمين إن كان عنده أينه لأنه على حسب رسالة عبد الرحمن يعني نوعاً إنسان كما يقولوا عليها مسكين مش مسكين بما تصدح مسكين مادياً وإنما مسكين حتى في عقله يعني عنده نقص في عقله الله أعلم يعني أنا صراحة ما أعرفه شخصياً ولكن إن كان عنده أي حاجة يحتاجها إن شاء الله يا رب رزقه إياها يا رب العالمين لا ينظروا إلى صوركم بل ينظروا إلى قلوبكم إلا من أتى الله بقلب سليم إذا المنظور المنظور الحقيقة في هذا المسكين ليس ذاك الذي يفهمونه الناس بمفاهيمه الخاطئة إنما المسكين من سكنت السكينة في قلبه رحمة رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة التي يرجوها كل إنسان وأعلم يا أخي إن مثل الناس على الأرض مثل ذاك الذي يسكن القصر كمثل ذاك الذي يسكنه خيمة كمثل ذلك الذي فراشه الأرض وغطاؤه السماء بالدليل والبرهان والسلطان العظيم والله خلقكم وما بعتكم إلا كنفس واحدة إذا كل من يمشي على الأرض مسكين يا أخي شكرا يا أخي أززاكم الله خيرا ما اسمك الكثير اسمي علاء الدين علاء الدين المسكين أعطى درس لي ولكم جميعا ولحتى المصور الذي انبهر يعني فصحته انبهر بالدرس الذي أعطاه وصراحة فصاحة اللسان هي التي أعجبتني في هذا الإنسان في هذا الدين فصاحة اللسان لا توصف واو إن مصقنا رقصي في الحقيقة مدينة العرب أنا المغربي الجنسي العربي أصلي أسكن حاليا في مدينة والزوطار الضمان وأعلم يا أخي أن لا فرق بيننا مهتم بأي تراب من تراب إلى الله آه هي الرسالة التي وصل إليها وأعلم يا أخي أن لا فرق بيننا في أي تراب من تراب لا فنحن من تراب إلى تراب من تراب على تراب إلى التراب فلماذا يعني تدير ذلك الفارق بين الجزائري والمغربي ولماذا تدير الفارق بين المغربي والجزائري ولماذا تدير الفرق بين الجزائري والتنسي ولا المغربي والتنسي ولماذا تدير الفرق بين السعودي والمغربي فوالله العلي العظيم ستحاسب على أي كتابة كتبتها فيها العنصرية في الريسوسوسيوم في وسائل التواصل الاجتماعي ستبقى تلك الكلمات التي كتبتها في يوم من الأيام لو عن ما تثير الكره وتثير البغض وتثير العنصرية ستحاسب عليها فراجع نفسك قبل أن تكتب أي كلمة هذا على الدين يعني أعطى درس في ثلاثة دقائق يعني سأسمع باقي كلامه لأنه من كل كلمة تخرج منه تحس أنها خرجت بحكمة كلكم من أذن وناد الإقرام كلكم من أذن صلى الله عليه وسلم هذا الذي قال الله فيه إني خلقت الكون وجعلته لمحمد وخلقت محمدا وجعلته لي فمن أحبه أحببته ومن أبغضه أبغضته وإنه ولي وأنا وليه والله ولي المؤمنون والمؤمنون أولياء الله ومن عداه لي أقمتها علي حربا إلى يوم القيامة الله مولى المؤمنين وما للكافرين من مولاه للحديث بقية يا أخي وحينما نقول للحديث بقية إن لم يتم هذا الحديث بهذه الدنيا فبقيته بطار البقاء لإنها هنا في طار الظناء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته كل كلامه بحكمة يا سبحان الله يعني الجمال تعالى فصاحة تاو والله العديد من الأئمة المتخرجون بشهادات الماجستر ومتخرجون بشهادات الماجستر والله الفصاحة تاريسانهم لا تصل حتى واحد من المئة من فصاحة هذا الإنسان على الدين الفقير إلى الله رسالتي مني إليك يعني على الدين شكرا على العبرة التي قمت بها وشكرا على تكلمك مع الشباب بهذه الطريقة التي تحرق مشاعرهم لأنك اليوم يعني أنت بسحتك وبعقلك وبمكانك وبنزلك يعني ممكن عندك الرفاية وعندك الانترنت وعندك الأموال ولكن أنت لا تحمد الله عز وجل ولا تشكر الله عز وجل ولا تفكر في نشر تابة الله عز وجل ولا تفكر في نصح أخوك المسلم ولا تفكر في نصح يعني أطفال صغار ممكن تشوفهم تلقاهم في الشارع هذا الإنسان هذا اللي ممكن قيمة تعاوى في الدنيا الناس ما يشوفوش له ولكن قيمته عند الله عز وجل الله الذي لا ينظر إلى صورنا وإنما ينظر إلى قلوبنا قيمته عند الله عز وجل ممكن تكون أعلى مما تتصورون إخوتي أخواتي الكرام أحبائي حبيباتي أشكركم على حسن المتابعة يعني الحديث بقية كما قالوا وإن لم يكن الحديث بقية في الحياة فباقي الحديث في الآخرة فضاء للبقاء لأن الله عز وجل خلق الإنسان وخلقنا كل الشروط وكل الظروف لتسمحنا باش نعود ونرجع إلى الله عز وجل مهما غلقت علينا ببان إلا أنه عندنا نفس وعندنا قارين وعندنا شيطان يعني وسوس الإنسان ولكن عندنا دواء لكل داء يعني النفس تعنى عندها دواء والشيطان عندنا دواء تاو وكل شيء يعني في الدنيا هذه عندنا الدواء تاو يعني حتى وإن صعب ذلك إذا كنت اليوم أنت مبتلى يعني فيك ابتلاء من أي جهة من الجهات فرفضوا يديكم كاملين ودعونا يا رب رفض علينا البلاء يا رب الله مرفض علينا الابتلاء الله مرفض علينا الابتلاء لأنه صراحة كاين قلوب وكاين أجساد قلوب يعني تريد الخروج من العديد من الشروط الصعبة إلا أن نفس هذه في نفس الوقت كما تريد وكما تحب الخروج من تلك الظروف إلا أن تعود وترجع تخطأ من جديد وخير خطأنا توابون يعني فتوبوا إلى الله عز وجل بعد كل خطأ تقوم به واشكركم الحسن المتابع الإصغاء لم يبقى كلامي يعني أقوله فوق الكلام الجميل الذي قاله على الدين شكرا لكم على الحسن المتابع الإصغاء لتنسوا تقوم بالنزل اللايك وربي سبحانه ورزق أي واحد يتابع قناتي يعني يرزقوا الخير إن شاء الله والفرح والسعادة ويفتحوا ببان الخير وينجحوا في أي شيء يريد أن نجح فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة